دي أرقام أنت من حقك تعرفها البعض استفاد من اللي بيسمعونا هو كده عملياً مش البعض كتير من اللي بيسمعونا أو أغلبهم استفادوا من ده وفي ناس تانية ما استفدتش من ده فمش عارفين فلازم يعرف طيب والاستفاد يا يوسف أنا بقوله ده اللي بتقدمهو لك دولتك عشان ده حقك وليك أكتر منه كمان بنحاول تعال لنشوف صفحة 9 دي بتقول إيه طيب السكن هل الناس تعيش تحت الكباري ولا في عشوائيات خطرة ولا في عشوائيات غير مخططة لها وميبقاش من حق أولمية ولا كهرباء ولا صرف ولا ولا نشتغل علشان خطر الناس دي تعيش بالمظبوط لازم يعيشوا بالمظبوط السكن الاجتماعي اتنفذ فيه كام وحدة سكن اجتماعي هلين على قد الحال 612 ألف وحدة و500 بالمناسبة التكلفة كانت كام 98 مليار جنيه عشان السكن الاجتماعي طيب لسه فيه عندي تاني أيوة أنا بنفس دلوقتي ربع مليون وحدة يعني عملين انت هتوصل تقريبا لمليون وحدة سكن اجتماعي بس بس طيب في المناطق العشوائية المناطق العشوائية عندنا واحد واثنين من عشر مليون مواطن استفاد من تطوير 357 منطقة غير امنة المناطق الخطرة 25 محافظة من اصل 27 خدوا 246 ألف وحدة سكنية تكلفتها كانت 63 مليار تعالى نشوف المناطق غير مخططة أثبت الهجانة على السبيل المثال من المناطق غير المخططة ده مثلا الدوئة منطقة خطرة أو كانت يعني طيب 318 مليار جنيه لتكلفة ورفع كفاءة البنية الأساسية في مناطق غير مخططة 58 منطقة على قد ايه بقى 4595 فدان يا مؤمن فيهم تقريبا 460 ألف أسرة اضرب العدد في 4-5 عشان تعرف الناس استفادت إلى أي مدى ده غير 90 منطقة بمساحة تقريبا 10-047 فدان بنشتغل عليهم وجاري من الانتهاء أو جاري الانتهاء منهم دول بيخدموا الواحدون مليون أسرة يبقى أنا بتكلم في حوالي مليون ونص أسرة يا دين النبي طب الأسواق غير العشوائي حيث الهرج والمرج في 20-30 بإذن ربنا سبحانه وتعالى مصر هتكون انتهت من الأسواق العشوائية تماما تكلفة تطوير هذه الأسواق 44 مليار عدد الأسواق 1105 سوق عشوائي فيها 306 ألف وحدة بيع بتعبير زمان فرش طيب بيتم التطوير دلوقتي اللي بيشتغل على 20 سوق كويس؟ وفيهم حوالي 3033 وحدة أخذ بقى أهوة بقى عشان نصح صح وده شغل مين؟ هل ده شغل للناس الأغنية يا جماعة؟ يعني كل اللي أنا قلته ده ليه علاقة بالناس الأغنية؟ لا ليه علاقة بالطبقة المتوسطة العليا؟ كبار الموظفين في الشركات الاستثمارية وما إلى ذلك؟ لا ليه علاقة بالطبقة المتوسطة؟ بعض الأمور هنا ليها علاقة بالطبقة المتوسطة وكثير من الأمور ليها علاقة بالأغلب الأمور ليها علاقة بالطبقات أقل من المتوسطة الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً طيب تعالي نشوف صفحة 10 الرعاة الصحية ودي حاجة مهمة جداً ويمكن في أول الكلام اتكلمنا على فيروس C طيب نسبة زيادة عدد المواطنين اللي تم علاجهم داخل مصر على نفقة الدولة زادوا قد إيه في المية؟ مية وتمانية في المية ماشي طب كان بيتصرف أو كان مواطن تقريباً كانوا تقريباً صفر فاصل ستة وتسعين مليون مواطن صفر فاصل يعرف يعني كم يعني ستة وتسعين ألف من أدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقوا اتنين مليون مواطن يا رب يدي كل الصحة لكن كانوا ستة وتسعين ألف بني آدم اللي بتعالجوا على نفقة الدولة اللي خدوا العلاج اللي تعالجوا دلوقتي اتنين مليون خدوا العلاج وتعالجوا ربنا يتم شفا الجميع أكتر من أربعة أضعاف زيادة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة في الداخل سنة 13 كنا 3 مليار وصلنا لـ 12 مليار و 6 من 10 بيتدفعوا علشان علاج على نفقة الدولة في الداخل برامج العناية أو الرعاية الصحية لغير القادرين 6 و 8 من 10 مليون بني آدم يعني 6 مليون و 800 ألف من غير القادرين إيه هي المنظومة بتاعت التأمين الصحي الشامل يعني تعالي نبص المنظومة عايزة تعديل لهيكل إنفاق الأسر اللي 60% بيتصرف منه من اللي انت بتكسبه ده أو آسف من اللي انت بتصرفه ده 60% من مصرفاتك على الدولة والعلاج مصر مش عايزة كده مصر عايزة حضرتك ما تتكلفش إلا رسوم وأنا قلتلك قبل كده فمنظومة التأمين الصحي الشامل أدخن وأغلى عملية بعد الشر عن الجميع أدخن وأغلى وأدق عملية تتعامل بتلتميت جنيه فقط لا غير فقط لا غير ماشي طيب بدأت المنظومة في برسعيد لو تفتكر راحت على الإسماعيلية ولقصر وجنوب سينة وأسوان المرحلة الأولى تكلفت 51 مليار و200 مليون استفاد منها أكتر من 5 مليون بني آدم في مصر التأمين الصحي الشامل مش العلاج على نفقة الدولة ده حاجة وده حاجة ده 6 و 8 من 10 مليون مستفيد العلاج على نفقة الدولة تأمين الصحي الشامل 5 مليون مواطن بص بقى تم تسجيلهم في المحافظات اللي احنا بنقولك عليها طيب أكتر من 17 مليون خدمة طبية تيجي تقولي 5 مليون أقولك دول 5 مليون مسجلين سجلوا أساميهم تم تسجيلهم في المنظومة في الخمس محافظات دول طيب اتعامل قد إيه خدمات طبية 17 مليون خدمة طبية 270 ألف عملية بالمناسبة